السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا دائما مع درس الدوالة الأصلية ومع تمرين جديد نعطي بردالة F المعرفة على المجال 1 بيو سنفيني كالتالي F ل X تساوي X جدر X ناخذ 1 السؤال الأول بيين أن F ل X تساوي الجدر مربع X ناخذ 1 أس ثلاثة زائد جدر X ناخذ 1 في الأسئلة التي يتحقق من أنه فدائما إما نطلق من التعبير الذي يكون عندي معطي في الأول نحاول نلقاه كي يفعلنا التعبير الثاني أو العكس نطلق من هذا التعبير واللقاه كي يفعلنا التعبير الأول إذاً ، أسهل حاجة هو نطلق من هذا التعبير هذا ونحاول التعبير الأول إذاً ، جدر إذاً ، فنقوم بإذن ف ل X تساوي نقوم بإذن ف ل X ناخذ 1 إذاً ، X ناخذ 1 نحاول نبسط هذه الكتابة جدر X ناخذ 1 و 3 أرهيه X ناخذ 1 و 2 مضروبة في اكس ناقص واحد زائد جدر اكس ناقص واحد. اذا جدر او بعدادا مجابا يكسبها للشكل جدر او جدر بي. اذا عدنا اكس ناقص واحد راح تعبير موجب لانه هو كان في الجدر. وعدنا كذلك اكس ناقص واحد او كاري تعبير موجب وبالتالي راح تعبير ويكتب على هذا الشكل زائد الجدر ديال اكس ناقص واحد. اذا المرباسة بشي معنا جدر يبقى علينا اكس ناقص واحد. ندير القيمة المطلقة. ومن بعد نشوفه. اذا احنا عدنا اكس تنتعمي. اكس تنتعمي لمجال واحد تزام فيني. يعني ماذا؟ يعني ان اكس اكبر او تساوي واحد اي ان اكس ناقص واحد اذا اكبر او تساوي سفر. وبالتالي فالتعبير. يعني كيمكنين نحييط القيمة المطلقة. اذا عدنا اكس ناقص واحد مضروبة. لان اكس ناقص واحد. اذا كان مع نوجهاòn سوف تساوي اكس ناقص واحد ولم كانت اكس ناقص واحد سالي ستساوي ناقص اكس ناخص واحد. اذا اكس ناقص واحد زائد الجدر اكس ناقص واحد. بنحاول ان نصرو. اسألك المطلقة اننا ننشروه ساويا.. اذا اكس مضروبة اس please. غنبصasil جدر ديال x ناقص 1 ناقص 1 مضروب في الجدر ديال x ناقص 1 إذن هو ناقص جدر x ناقص 1 زائد جدر x ناقص 1 إذن ناقص جدر x ناقص 1 زائد جدر x ناقص 1 عدد المتقابلان إذن نختازل إذن يبقى لي x جدر x ناقص 1 وهتعبير هذا هو f ديال x وبالتالي مهما يكون x كتنتعمل لمجال 1 تساوي f ديال x تساوي الجدر ديال x ناقص 1 وثلاثة زائد جدر x ناقص 1 السؤال الموالي حدد الدالة الأصلية f للدالة f بحيث f لجو تساوي 1 إذن طبيعة حالة هما مهدوا لنا بالسؤال الأول وبالتالي تحديد الدالة الأصلية سنستعمل التعبير الثاني لأنه هو الأسهل إذن لدينا سنستعمل التعبير الثاني تساوي ف ف سنستعمل التعبير الثاني لأنه هو الأسهل ف تساوي التعبير الجدر سنستعمل التعبير الثاني ض土 relevant لأنه يمكننا الяжباء حسنا إلى الثاني المنصر لأنه ليس وعند tema سوف نبحث عن الدالة الأصلية ونستعمل السياغ للشيقاق السياغ للشيقاق التي لديها فيها الأس لدينا السياغة U' U' حيث R نتعمل كأطوال مونزة إذن الدالة الأصلية للتعبير هي 1R زائد 1 UR زائد 1 سوف نطبق هذه الفكرة أو سوف نحاول نقلب على هذه السياغة إذن بالنسبة لدينا U سوف نتعمل المكتوب داخل الأقواص إذن لو وضعنا U يجعلنا X ناقص 1 داخل الأصلية مجردنا ً هذا The 1 يمكنك أن داخل الأصل على الأصل ونحن نعود 1 ونحن نقوم بـ X ناقص 1 ونحن نحن نقوم بـ 1 نحن نقوم بإستعمال 1 إذن هنا X ناقص 1 بريم إكس ناقص واحد واحدة لجوز إذن الهدف هو القادة كتابير بريم إو آر إذن الدالة الأصلية اللي هي أفدو إكس تساوي ماذا نطبق داب القاعدة إذن واحد على آر زائد واحد يعني ثلاثة لجوز زائد واحد إو آر زائد واحد اللي هي إكس ناقص واحد آر زائد واحد ليه ثلاثة لجوز زائد واحد زائد إذن حدثن واحد على ماذا؟ على آر زائد واحد اللي هي ناء واحد لجوز إذن واحد لجوز زائد واحد إكس ناقص واحد أس واحد لجوز زائد واحد إذن بسطول كتابة إذا لدينا 1 على 3 على جوج زائد 1 نوحد المقامات هي 3 على جوج زائد جوج على جوج إذا هي 1 على 5 على جوج وهذه هي 1 نضربها في جوج على 5 أي هي جوج على 5 إذا جوج على 5 إكس ناقص 1 أس 5 على جوج كذلك لدينا 1 على 1 على جوج زائد 1 إذا هي 1 على جوج زائد جوج على جوج أي 3 على جوج إذا هي 1 في المقلوب المقام وهذه هي جوج على 3 إذا جوج على 3 إكس ناقص 1 أس 3 على جوج ودائماً في الحال هنا لا ننسى 1 لند إذا دائماً زائد لند ثابت وبالتالي F ديال إكس تساوي جوج على 5 إذا ده بغى نحاول نرجحهم على شكل جذر نحن نعرف بأنه A أس آن أو لا آم على آن تساوي ماذا؟ تساوي الجدر ديال A أس آم والعدد الذي يكون في المقام هو الرتبة ديال الجدر إذا الجدر ديال إكس ناقص 1 أس 5 إذا ديال الجوج ما كنكتبوهاش بالنسبة للجدر مربع زائد جوج على ثلاثة الجدر ديال إكس ناقص 1 وثلاثة زائد دائماً لند ده بغى لقى لند لأنه ما يعطينا الشرط البديئي وفي السؤال قال لك حدد الدالة الأصلية مش الدوال كأنس الدوالة نخلي لند ده بحدد الدالة الأصلية إذا دالة وحيدة اللي كتحقق لها الشرط هذا اللي وف ديال الجوج كتساوي 1 إذا ف ديال الجوج سنحسبها إذا ديال الجوج على خمسة الجدر ديال نعود إكس بجوج يعني جوج ناقص 1 أس 5 زائد جوج على ثلاثة الجدر ديال الجوج ناقص 1 أس 3 زائد لند إذا جوج ناقص 1 هي 1 وواحد أس 5 هي 1 ديال الجوج على خمسة ثلاثة زائد جوج ناقص 1 هي 1 والجدر ديال 1 هو 3 هو 1 إذا كيبقى ثلاثة جوج على ثلاثة زائد لند نوحده المقامات المقام المواحد هنا هو 15 إذا كنت ضرب جوج في ثلاثة أي سستة وخمسة في جوج أي عشرة الزائد لند سسا زائد سازة حشرة حشرة فستة حشرة 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 الحشرة حشرة ثلاثة ثلاثة التعبير هذا كامل يساوي 1 إذن لند تساوي 1-16 على 15 وبالتالي نوحد المقامات إذن المقام موحد هو 15 إذن 15 على 15 ناقص 16 على 15 هي ناقص 1 على 15 إذن دالة الأصلية تساوي ماذا؟ تساوي جوج على 5 الجدر الجوج ناقص 1 أس 5 أو x ناقص 1 زائد الجوج على 3 الجدر x ناقص 1 أس 3 ناقص 1 على 15 ناقص 1 ناقص 1 أس 3 ٹ اشتركوا في القناة